السجارة شو بتعمل بالقلب؟ أنا شفت رئة الوالد بعد ما طلعوه أبوي كان يدخن سجارة سجاير خمسين سنة خمسين سنة تخيل من عمره تلات عشر سنة وتوفقه هو عمره تلاتة وستين يعني لسه كان بقيله تلت إذا الواحد صحي يعيش يعني ما شاء الله تمانين وتسعين فالسجار شيء الصراحة تدمر وشفت أنا العذاب اللي الوالد رحمة الله عليها تعزب فيها كنت أسمع بكاء كان بكاء هو بعد ما سوى عملية تخيل أنه طلع والله اللي بيسمعه وبيدخن يعني أنا شفت رئة الوالد بعد ما طلعوه عملية الدكتور قال لازم طلع رئة أو حتموت في خلال اليومين الثلاثة طلع رئة واحدة عاش بعدها بشهر شفت الرئة هذه والله ما لك زي الفحمة ما قدر يعيش على رئة تانية كنت هذا عشان دخان هذا كله عشان من إدمان الدخان فأنا ما يعني ما حقزب عليه كنت أنا أدخن كده مرة كل يومين ثلاثة أربعة من بعد ذاك اليوم قلت عسو عمري ما شفت سيجارة في يدي فأنا يعني إيوه تدمر تدمر كيف عشت اللحظات الأخيرة اليوم كيف تسترجع للحظات الأخيرة مع الوالد؟ أي أكتر لحظات اليوم بعد محفور بذكرتك؟ أفتكر إنه كنا شهر معه في آخر شهر في حياته في المستشفى يوميا كنتو عارفين إنه النهائية إنه عارفين كله عارف حتى إنه كان شهر ونحن معاه ما كان كافي ونحن عارفين وكان تقريبا تلاتين يوم ومات قبل رمضان بثلاثة أيام بأربع أيام قبل رمضان الوالد الله يرحمه ما كان يحب يتعب الناس إذا حس إنه تعبك في أي شيء أخواته يقولولي عماته يقولولي كثير عنه أكثر واحد كانوا يحبوه منهم كانوا ما شاء الله عيلة كبيرة من يعرف كم عشرين ولده بنت جدي تزوج أكثر من أربعة توقع أبوي كان أكثر واحد محبوب عند أخواته وبعد ما توفى وصار العزة وخلصنا واحدة من عماتي جاتوا قالت لي الوالد من كتر ما ما يحب تعب الناس أتوفى في يوم بعدها ثلاثة أيام عزة واليوم الرابع دخل علينا رمضان يعني شوف سبحان الله حتى العزة ما زعج الناس بتجهيزاتهم لشهر رمضان كيف تعيش العائلة أو الابن تحديدا كيف تعيش هذا الصراع لما بيعرف هذه اللحظات الأخيرة تبع الوالد كيف تعيش هذا الصراع بين لما الحياة والموت عم بتنافسوا مع بعض بسرير المستشفى والله وقت ما توفى هو المستشفى هذه الأيام ما كانت صعبة أكثر من الشهور والسنين اللي جات من بعدها حسيت نفسي طفل ضايع في مول اللي هي الحياة بتعرف؟ أو في الحرم الطفل اللي ما هو عارف يمينه من يساره كان عمري 21 فكانت أيام أعتقد أول مرة عرفت إيش معنات اكتئاب يعني كانت مزعجة بس اليوم لو تسألني محمد تغير أي شيء في حياتك طبعا يعني أنه أتمنى أنه الوالد يكون اليوم عايش ويشوف أولادي بس اللي حصل مالك من لما كان عمري 21 إلين تلاتين خلين نقولها تسع عشر سنين هذي الاعتماد على النفس اللي شفتها في نفسي صارت أعلى بكثير من أقربائي وأصحابي اللي كانوا في نفس الأمر بسنين 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 اشتركوا في القناة